الله معكم أحباهي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء العاشر من يناير سنبدأ مباشرة باتجاه منطقة خاركيف تحديدا محور كوبيانسك ولكن أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية الأمر ضروري جدا وكل معلومة هامة لذلك لا تفوتوا أي لحظة في اكتساب المعلومات سنبدأ مباشرة من جبهة سينكيفكا حيث استطاعت القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة والسيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون طبعا مساحة مهمة بالنسبة للقوات الروسية تحاول دخول إلى ضواحي سينكيفكا مجددا في ظل ضربات وضغط كبير من قبل القوات الأوكرانية للحفاظ على سيطرتهم عليها والتواجد بها طبعا أذكركم أحبائي أن القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة تملك الكثير من الحشود والتشكيلات العسكرية في هذه المنطقة والأمر اللافت والإضافة الآخر هو كان الاجتماع الذي تم إبرامه في هذه المنطقة كان هناك حضور لقيادة القوات الأوكرانية حيث كان وزير الدفاع الأوكراني عمروف بالوصول إلى هذه المنطقة مع زالوجني وطبعا مع سيرسكي وتم التباحث في شأن القطاع بشكل كامل انتداءا من ليمن في هذا الاتجاه وصلنا إلى كوبيانسك وطبعا خاركيف يبدو أن الأوكران يضعونا في ذهنهم أن القوات الروسية قد تقوم بعملية عسكرية في اتجاه خاركيف لذلك أتت هذه الزيارة الميدانية إلى محور كوبيانسك كنوع من المعنويات رفع المعنويات للقوات الأوكرانية والتحضير لأي عمل مستقبل للقوات الروسية إذن هذا هو الوضع في اتجاه كوبيانسك أما باتجاه كريمينة تقوم القوات الأوكرانية بحشود كبيرة باستقدام حشود وتعزيات عسكرية إلى المنطقة هنا باتجاه تيرني وينبوليفكا وتحاول الضغط باتجاه مواقع القوات الروسية كما شاهدتم في الصباح في الفيديو الذي عرضته قامت القوات الأوكرانية بسلسة من الهجمات المضادة أدت لسيطرتها على هذه المنطقة ولاحقا واصلت القوات الأوكرانية هجماتها لكنها تستطع أن تكسب المزيد من المساحة لذلك المعركة مستمرة ضغط كبير من قبل القوات الأوكرانية تحاول القوات الروسية عبر تشكيلاتها الموجودة في هذه المنطقة كما تشاهدون الفوج 1452 فوج 482 الفوج السادس دبابات والفوجين 752 و245 يحاولون استعاب وامتصاص هذا الهجوم الأوكراني فحتى في محاولة لحكة يكون بردة فعل مضادة أما في صعيد منطقة ديبروفا فالأمور هادئة لا تطورات جديدة أما في اتجاه بخمت فالقوات الروسية تحاول التقدم في شمالي مدينة بخمت استطاعت التقدم الشمالي محيط المدينة في هذه المنطقة استطاعت السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري تحاول تعزيز مواقعها بشكل إضافي عند المقبرة هنا إضافة أعرف الاشتباكات تجري في هذه المنطقة وأيضاً ومزيد من الضغط الروسي تواصل القوات الروسية عملياتها باتجاه بودانيفكا وريوريفكا إضافة إلى أوريخوفوفا سيليفكا عادة القوات الروسية لتنشط بقوة على كامل هذا الانتداد في محاولة منها لتشتيط القوة الأوكرانية الموجودة في هذا انضطاق لذلك ضغط كبير لا يمكن تخيله من قبل القوات الروسية على القوات الأوكرانية هنا أما في اتجاه جنوبي بخمت فالمعارك متواصلة من قبل القوات الروسية والقوات الأوكرانية ولكن دون أن يكون هناك أي تقدم يذكر الأمر اللافت الآخر أحبائي هو ما حصل في اتجاه محور دانياتك الذي يتضمن أفدييفكا شمال أفدييفكا وبيرفومايسكي ومارينكا وصولاً إلى أوغلدار سأشرح بالتفصيل من الذي يحصل في هذه المنطقة لذلك رجاء تابعوا الفيديو حتى النهاية طبعاً في اتجاه أفدييفكا قامت القوات الأوكرانية بحجمات انطلاقها من نوفو كالينوفي استطاعت من خلالها كانت هذه المساحة تحت سيطرة القوات الروسية استطاعت القوات الأوكرانية ترضى القوات الروسية من هنا وتحولت هذه المنطقة إلى منطقة رمادية بمعنى آخر تقلصت مساحة سيطرة القوات الروسية طبعاً هذا يأتي نتيجة هجمات وضغط من قبل القوات الأوكرانية البعض يسأل وقد سألوا كيف يمكن تحقيق هجوم وإنجاح هذا الهجوم في ظل نقصاً في الدخيرة القوات الأوكرانية تمتلك طائرات بدون طيار وهو ما يعيق القوات الروسية بشكل كبير لديها عدد خيالي القوات الأوكرانية من الطائرات بدون طيار وهو ما تحدثت عن في فيديوهات سابقة حول أهمية هذا السلاح في المعارك المستقبلية تحديداً في اتجاه بخمت حيث سيكون أمام القوات الروسية عدة مدن عليها مواجهة الأوكران فيها واستخدام الطائرات بدون طيار يعيق فعلاً تقدم القوات في داخل المناطق السكنية وداخل المناطق المفتوحة لذلك يعتبر سلاحاً فعالاً بالنسبة للقوات الأوكرانية ضد القوات الروسية أما على سعيد المنطقة هنا فطبعاً تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في اتجاه المنطقة الصناعية وفي اتجاه المنطقة البحيرة هنا إضافة إلى الجهة الجنوبية ولكن أيضاً هناك ضغط كبير من قبل القوات الروسية باتجاه جفيرني تحاول القوات الروسية الوصول إلى هذه المنطقة ولكن لا تقدم يذكر أما باتجاه مارينكا في هذه المنطقة فالمعارك مستمرة ضغط أيضاً كبير من قبل القوات الروسية تحاول في فترة بعد ذلك حاول القوات الروسية تقدم في الجهة الجنوبية ولكن كان هناك اشتباكات عنيفة صمدت القوات الأوكرانية في موقعها لم تستطع القوات الروسية تحقيق أي خرق أما هنا الأبرز والأبرز في اتجاه بوبيدا تحاول القوات الروسية القيام بعمليات عسكرية قوية في هذه المنطقة ولكن اللافت الذي حصل هو أيضا تراجع القوات الروسية من الجهة الشرقية لمدينة نوفو ميخيليفكا وتحولت هذه المنطقة التي كانت سابقا تحت السيطرة الروسية إلى منطقة رمادية طبعا أحباهي وردت معلومات تفيد بأن تشكيلات عسكرية روسية كانت تقدمت في هذه المنطقة وما ذكرناه في الصباح لذلك هذا ما يميز هذه القناة سرعتها وضقتها وموضوعيتها وتغطيتها للأحداث وبالتشكيلات العسكرية طبعا تحاول القوات الروسية أن تختار جزء من طريق نوفو ميخيليفكا وكوستانتينيفكا هذا الذي ترونع لسيطرتهم قلت لكم في السابق أن هناك مجموعة أوكرانية قوية تتركز في هذه المنطقة وطبعا الانسحاب الروسي أتى من هذه المناطق ولكن تقدم روسي يأتي من هذه المنطقة لذلك قد نشهد محاولات للضغط على القوة الأوكرانية الموجودة هنا من الجهة الجنوبية وليس من الجهة الشرقية قلت لكم أيضا أن هناك يوجد العديد من قطع المدفعية الموجودة هنا تستهدف الوجود الروسي لذلك هذه المنطقة هي الأأمن للكوات الروسية لمهاجمة القوات الأوكرانية ولاحقا تطوير هجوم إضافي باتجاه هذه النقاط باتجاه هذه المدينة عبر مساحة واسعة لذلك المعركة اختلفت تكتيك المستخدم في الهجوم باتجاهها طبعا أحبائي كما يمكن الحديث عن العديد من المحاور في هذه المنطقة قلت لكم أن القوات الروسية أيضا ستحاول تطوير عدد من الهجمات باتجاه فوديان أيضا المعلوم هو الهجوم والاحقا كوستينتينيفكا ونربطه أيضا بالهجوم الروسي الذي تشنه القوات الروسية باتجاه بوبيدا وطبعا باتجاه كوراخوف هنا لذلك الضغط كبير من قبل القوات الروسية والمعركة على مسافة وامتداد واسع لذلك ليست سهلة إطلاقا هنا يرجى فهم الصورة بشكل كبير وليس فقط بنطاق ضيب كل تفصيل يؤثر على الصورة بشكل عام ولكن طبيعة المعركة بشكل عام تفرض تكتيكات معينة تغيير أساليب معينة وتغيير حركة معينة لذلك كل الطرفين يحاولون التكيف مع بعض دماء بعض مع عملياتهم العسكرية وفي نفس الوقت تحقيق نتائج تحقيق الأهداف التي تم وضعها لذلك ضغط كبير من قبل القوات الروسية في محاولة منها للتقدم في هذا النطاق السيطرة على هذه المنطقة نوفوميخيليفكا وبوبيدا وطبعا الوصول إلى بوديان كما ذكرنا ولاحقا وضع ضغط كبير على المنطقة باتجاه جنوبية دانياتس ضغط فعلا لا يصدق أمر لا يوصف فعلا مهما حاولت تحديث عن ذلك سأكون لا أعطي صورة كاملة نتيجة ما يحصل من عمليات عسكرية في هذه المنطقة أما في اتجاه كرينكي تواصل القوات الروسية عمليات العسكرية ضغط كبير من قبل القوات الروسية ولكن لا شيء جديد في هذه الجبهة ليس هناك أي تغييرات الأمر الإضافي أحبائي هو ليتوانيا عدد حزمة مساعدات أوكرانيا بقيمة نحو 200 مليون دولد يورو إضافة لذلك ستشمل نوعا من الذخيرة والمولدات الكهربائية ومركبات مدرعة إضافة لذلك والأمر الهام أحبائي هو إعداد أوكرانيا لعدد من المطارات غربي البلاد في ليفيذ في إيفانو فرانكيفيز لذلك نتم تجهيز الكثير من الأمور في أوكرانيا إضافة إلى مراكز إصلاح سيتم وضعها في البلاد لإصلاح دبابات ليوبار أيضا السويد خصت 5.8 مليون دولار وإسبانيا نقلت مدرعتين طبيتين إلى أوكرانيا أحبائي طبعا هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء أي جديد سوفكم به طبعا لا تنسوا الانضمام بالقناة دعوة أصدقائكم للانضمام إلينا وتذكروا أن الحرب عبارة عن خضعة والحرب عبارة عن مفاجآت لذلك قد يكون ما يحصل من معارك مجرد تشتيت للهدف الرئيسي لذلك لا أحد يعلم ما هي الوجهة التالية لكل الطرفين ننتظر ما سيحصل سأواكب معكم طوال الوقت لا تنسوا مشاهدة الفيديو وإلى اللقاء